دلوقتي مشاهدينا معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع منا الشرقية ويتفضل يا منا شكرا لك أحمد التسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار للمحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين جاء ذلك خلال تفقده مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية كما قام الرئيس السيسي بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر واطمأن أيضا من المحافظين على الإجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة موجها سيادته بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع ممثل الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن حيث تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والطفرة التنموية الشاملة في مصر وخلال اللقاء ركز شكري على مشاركة الشركات الأمريكية في جهود التنمية المستدامة بمصر خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة ورؤية مصر لقمة المناخ القادمة بشرم الشيخ كوب 27 فضلا عن أهمية دور القطاع الخاص في معالجة ظاهرة تغير المناخ اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مقايدة السياسي الكبير الموالي لروسيا فيكتور ميدفيتشوك بأسر حرب من الذكور والإناس تحتك زهوم القوات الروسية وفي خطاب له قال إنه من المهم لقوات الأمن والقوات العسكرية لدى أوكرانيا أن تدرس مثل هذا الاحتمال مواضحا أن أجهزة الأمن الأوكرانية عتقلت ميدلتشوك الحليفة الأقربة والأكثر نفوذا برئيس فولوديمير بوتين في أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن 70% من الارتفاع المسجل في الأسعار في مارس سببه رفع الرئيس الروسي فولوديمير بوتين لأسعار الوقود وفي كلمة خصصها لجهوز تصدي للتضخم أكد بايدن أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية في العالم أدنى قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة لا يمكنها التأكد من استخدام الأسلحة الكيموية في أوكرانيا وفي تصريحات صحفية أضف بلينكين أن الولايات المتحدة لديها معلومات موثقة بأن القوات الروسية قد تستخدم مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشر وأوضح الوزير الأمريكي أن هذه العوامل تتضمن الغاز المسي للدموع الممزق بالعوامل الكيمائية الذي من شأنه أن يسبب أعراضاً أقوى لإضعاف وإعاقة المتقاتلين والمدنيين الأوكرانيين وذلك في إطار حملة السيطرة على مدينة ماريوبول قال مسؤولون بقطاع الإطفاء بالولايات المتحدة الأمريكية إن حرائق غابات أشعلتها رياح تسببت في احتراق عدة منازل فيرويدوسو بولاية نيو مكسيكو مما دفع السلطات الأمريكية للقيام بعملية إجلاء في البلدة ذات الطبيعة الجبلية هذا وأفاد مسؤولون بأن الحريق انتشر بسرعة في مساحة 15 ألف فدان اتبلغت سرعة الرياح 122 كم في الساعة لتكتاح ألسنة اللهب المنطقة الجبلية التي تضم الكثير من المنازل نهاية مجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعد الفاصل